السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا نعمل مع بعض كيك سفنجي اقتصادي هش وعالي وزي ما احنا شايفينه قدق الكيك بتاعتنا نكحة الكيك بتاعتنا النهاردة ببيضة واحدة وكمان على طريقة كيك الحليب الساخن ومربيلا كيك يعني 3 كيكات في بعض ميكس حاجة كده تحفة شكل كيك من الداخل سفنجية وهشة المأدير باسم الله عندي بيضة واحدة وعندي كباية من السكر وعليها ربع كباية من الزيت وكمان معلقة كبيرة من الخل وعندي هنا المواد الجافة كباية ونص من الدقيق وعليهم رشة ملح ورشة فانيليا وبكت من البكنج بودر المواد السابقة دربتها في الخلاط وبعد كده ضفتهم على بعض عندي هنا بكون مجهزة كباية لبن حليب مغلية ضفتها على الخليط وبدأت ان انا اقلب هيفك مننا شوية ما تقلقوش نستمر ميكس في التقليب لحد ما يتكون معنا الخليط عندي القالب مسحه مسحه من السمن ومعفره برشة من الجيل ضفت في الخليط وسبت على جنب 3 معالق منه هضيف عليهم معلقة ونص من الكاكاو الخام المر بدون سكر هقلبهم وحنزل بيهم خطوط تعريجية على شكل الكيك من فوق وبعد كده هقلبها بعصاية الشيش تاوج او بتوسبيكس هدخلها الفرن والفرن بتكون مغلعة عشان تسخن أثناء تحضير خليط الكيك هحطها على الشبكة أخدت بالزبط نص ساعة وقادي شكل الكيك بعد ما خرقتها مش بطلحها من القالب إلا بعد ما تبرد تماما لو استعجلنا وخربناها من القالب قبل كده هتفصل وحتتفرفت داخل القالب شكل الكيك قدي إيه هشة وسفنجية ونكحة مقدرها اقتصادية يعني موجودة في كل بيت جربوها وما تنسونيش لايك واشتراك في القناة مطبخ ننا الحجيري على اليوتيوب وياريت متابعة على صفحتي ننا الحجيري على الفيسبوك وصحتين